في هذا الفيديو هنتكلم عن طبيعة التطبيقات من الحيثية للدنيا التطبيقات زيها زي أي صناعة بحاجة إلى إدارة لديها بنية أساسية في الإدارة لتكوين المنتج أو الخدمة المراملة وزي هذه كل المجالات يدخل في تصنيفها التصنيف الأول هي الإدارة المكسير في كثير من المنتجات الفنية كأدوات كالفريموركس كأكاية الآخرين البنية الإدارية هي البنية المركزية فعلا نتعرف عن المزايا والريو كل الريو صحيحة ما في شيء غلط لكن هي الموضوع التناسب علي ناسم مشروعك أو الجهة التي أنت فيها أو لا فالمركزية المحاسنة التي موجود فيها أنه حصولك على آخر مستعدثات التقنية إمكانية التعديل فيها حسب الخبرة تبعك أو تبع الفريق التي تستغر فيه المركزية برضو إمكانية التعاون البيني في المجتمع الخبري تمام؟ وركيز الأساسي للحلول التي هي الطابع مركزي تمام؟ إنها تعتمد على المجتمع 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 هو الذي يدعم قيام العلول المركزية المجتمع الخبري تمام؟ جيدا في الجانب الآخر الذي هو الإدارة التي هي البناء مركزية وإنها تقوم بمتاج أو أخر الآخر الآخر مركزية هنا عكس المركزية نتكلم برد عن ضيوبها الآن أنه هي لا يمكن أن تكون مناسبة لكل المستقبلين المركزية وعندها عجز في اعتمادها على المجتمع إذا كان المجتمع حادث فرنسي فالحلول تكون فرنسية أول ما تخرج إلى بلد ثاني ما رح تشتغل المنظمة لكفاءة الجيدة لابد إعادة إنتاجها من روخ بلد ثاني أنه لم نتم بناءها التصور الذي كان موجود هو الحفاظ على الجود مثل في السيارات كان الحفاظ على الجود إبراز أخذ التطورات لم يكن في الحسبان المتطلبات حق المستخدمة هذه ما هو اهتياجاته؟ اهتياجاته مكان مقدم الذي كان مقدم هو الفن والرفاهي هذا هو الذي كان مقدم وبتالي متجارتهم جميلة وجيدة ولكن أحيانا ما تكون في نفس الاحتياجات واتقرعات غالبية طيب ننجي هنا للمنكزي المنكزي بيضى في الاعتبار دائما المستخدم الأخير ويبني عليه كل حاجة فاللا مركزي بتهتم بالعميل بتطلعاته ب ايش هو تهديد ما يحتاج ويش هو يبغى بلاياقة أعلى لكثير من المركزية اللامركزية ممتازة جدا في الانتشار في الوصول لأكبر شريحة من المستقيمين لأكبر شريحة من المنتجات هذه هي اللامركزية اللامركزية ما تعتمد المجتمعين هي لها المجتمع الخاص مميزانيتها وصفها أعلى طبعا بالمقاعدة هي المركزية أعلى ولكن في النهاية من المنتجة ختمات بعد البيع تكون جدد ممتازة طبعا غير الميزايا اللي هي من ناحية الوصول لتعمل فني من شكل أسرع إمكانية الوصول على الأدام الفني حتى في المجتمعين هذه كلها تغفرها اللامركزية في إطارة طبعا ما هي العيوب بالنسبة للامركزية اللامركزية العيوب العلم الأهم فيها هي عدم إمكانية التغيير في المنتج أو التفاصل يعني هو استخدام محدود ودعم لهذا الاستخدام المحدود ليغطي جزء كبير من الضرب العالم ولكن لا يمكن تغييرها وتغييراتها تكون بطيرة أو مستعدتات التقنية أو أحدث التقنية تكون متأخرة فيها ولكنها من ناحية الاستقرار أفضل من المركزية تمام؟ أيش الصح كلها صح ولكن بتعتمد أنت إتجاهك ومدى أهمية انخيار ليك يعني بالنظر لظروفك والطبيعة المشروع